انطلاقا من مضامين ميثاق العمل الوطني وما نص عليه دستور مملكة البحرين شهدت مملكة البحرين تطورا وتقدما أمنيا وعسكريا رائدا كان ولازال الحصنى والدرع المنيع ضد أي مخاطر تهدد الأمنى والاستقرار في المملكة هذا وعملت مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية في مملكة البحرين على تطوير وتعزيز جهزيتها وكفاءاتها الوطنية المخلصة لتكون على أهبة الاستعداد في تلبية نداء الواجب الوطنية ميثاق العمل الوطني ببنيانه الرصين وشموليته الكاملة لم يغفل عن أبرز مقومات نجاح وتقدم المجتمعات ألا وهو الأمن فقد أفرد الميثاق العديد من المواد المتينة التي حرصت على تعزيز وتطوير مختلف القطاعات الأمنية في مملكة البحرين إذانا لمواصلة مسيرة النماء والتقدم التي تشهدها مملكة البحرين وانطلاقا من المبادئ السامية التي نص عليها ميثاق العمل الوطني شهدت مختلف الأجهزة الأمنية في مملكة البحرين وعلى رأسها قوة دفاع البحرين والحرس الوطني ووزارة الداخلية شهدت تطورا وتناميا عسكريا وأمنيا وتقنيا كبيرا فقد اعتلت قواتنا الباسلة أعلى مراتب النجاح والتقدم في الجاهزية القتالية والدفاعية الاستراتيجية وذلك من خلال العمل على تطوير الكفاءات والخبرات الوطنية المتميزة في جميع المجالات الأمنية الحديثة علاوة على تحقيق المنجزات الأمنية وتطوير كافة الأجهزة والقوات الدفاعية بهدف حماية وتعزيز ما تحقق لمملكة البحرين من مكتسبات ومنجزات وطنية وحضارية مرموقة إن ما تحقق لمملكة البحرين من تطور ونماء اجتماعي واقتصادي وسياسي وحقوقي كبير ما كان ليتحقق لولا الرعاية الكريمة من لدن جلالة الملك المعظم وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للمجال الأمني بشموليته وتنوعه استنادا لما نص عليه دستور مملكة البحرين وميثاقها الوطني الرصين حيث أولت مملكة البحرين اهتماما كبيرا لتطوير كافة المجالات الأمنية والعسكرية لتكون قوة رادعة وحافظة لأمن وسلامة المجتمع وأفراده من أي مخاطر خارجية أو داخلية حتى باتت البحرين كما كانت على مر التاريخ واحة أمن ورخاء دائم وازدهار متجدد ترجمة نانسي قنقر